اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة داعش بامدرمان وانتقلوا الى صحيفة الوفاق التي حملت عناوينها المركزي القرار الامريكي بتمويل الصادر تطور ايجابي البرلمان العربي يعتمد الاحد خطة لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب السعودية تزيد انتاجها النفطي ليقترب من مستوى قياسي في يونيو وننتقل السوداني وفي صفحتها الاولى نطالع قطر تستثمر خمسمائة مليون دولار في القطاع القزائي بالسودان البشير يشارك في قمة نواكشوت والسوداني تحصل على مخترح الترتيبات الامنية لفرقاء دولة الجنوب تحرير طالبة من داعش قبل مغادرتها الخرطوم في الاهرام اليوم التفاصيل الكاملة لقرار الخارجية الامريكية بسماح بالمعاملات المصرفية مع السودان السلطات الامنية توقف طالبة جامعية في طريقها للانضمام لداعش بالعراق في الاخبار لا مقول يطرح للاخبار رؤيته بشأن اعلان الخرطوم للسلام في جنوب السودان وفي اخبار اليوم قراءة لاخبار اليوم لتعديلات مكتب الافاك الامريكي حول العقوبات ضد السودان ووجوده في قائمة الارهاب رجود افعال بل رجود افعال واسعة وترحيب بقرار الخارجية ووزارة الخزارة الامريكية نختم بصحيفة مصادر والتي جاء بها في ذلك الانقاذ ستة من قادتها يعملون بالزراعة واخر في بقالة هذه ابرز العناوين التي حملتها صحافة الخرطوم التي صدرت اليوم ندلف مباشرة لاستعراض ابرز الملفات التي تم اختيارها لهذا اليوم نبدأ بالرأي العام التي يقول الملف الاول فيها الاتحاد الافريقي يشيد بجهود البشير في سلام الجنوب اشاد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي محمد بجهود الرئيس عمر البشير التي توجت بتوقيع الفرقاء في دولة جنوب السودان اتفاقا حول وقف دائم لاطلاق النار في جنوب السودان وقال بيان الاتحاد الافريقي ان مفوض الاتحاد الافريقي اشار في كلمته الافتتاحية للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي في نواكشوت بدور الرئيس الاسيوبي ابي احمد والرئيس البشير الذي توج بالوصول الى اتفاق بين فرقاء الجنوب افضى الى وقف لاطلاق النار بدأ تنفيذه وحددت ترتيبات متابعته واعتبر المفوض ان هذه الخطوة تفتح الباب للمزيد من الخطوات التي من شأنها تحقيق السلام في دولة جنوب السودان سيد امام الذي تم وشهدته الخرطوم من مسارعة في الوصول لهذا الاتفاق قد يكون فادئة الكثير جدا من المراكبين الروح التي سادت قبل وبعد التوقيع هذا الاتفاق عول عليها بعض المحللين في تسارع الوصول الى هذه الخطوة وقف اطلاق النار معروف في مناطق النزاع وبين الجهات التي يكون بينها نزاع مسلح هو الخطوة الاولى لتأمين الملفات الاخرى التي يمكن ان تتم حولها وتجر اتفاقيات يعني كيف تقيم يعني بصفة عامة هذا الذي شهدته القرطون من الضرور للمتتبع للشأن السياسي السوداني والافريقي يلحظ ان هناك جهود ان هناك جهود كثيفة بزلت من قبل الا انها لم تقلل بالنجاح والتوفيق في المرات السابقة منذ المبادرة ايقاد والاتفاقية التي وقع عليها ذات الاطراف في عام 2015 الا ان الاقتتال تجدد والاشتباكات اشتعلت الذي حدث هو ان السودان بحكم قربه من الملف الجنوبي بكل ابعاده لحظ انه من المهم ان يكون قبل هذا اللقاء ممهدات اشرت الى بعضها منها الاحاديث التي تتحدث سواء كان في الجنوب او الشمال الى تشوقات الشعبين او فلنقل بعض من الشعبين في ما يتعلق بضرورة العودة الى الوحدة وانهم في هذا المسعى كانوا يستشهدون بما حدث في المانيا حيث كما نعلم عقب او من تداعيات الحرب العالمية الثانية فصل الالمانيتين الى المانيا الشرقية والمانيا الغربية واستطاع مستشار المانيا هلمت كول بنجاح في اكتوبر 1989 الوصول الى اتفاق لعادة شطري المانيا الى دولة موحدة والان قرابة الثلاثين عاما وهي تعيش في ظل هذه الوحدة او الاعادة فمن هنا يحسب هؤلاء الذين لهم هذه التشوقات مثل ما نجحت هذه المساعي في المانيا وجعلت المانيا الان من الدول التي يشار اليها بالبنان موحدة من الضرور ايضا التفكير في هذه المساعي هذه لا شك خلقت روح جديدة وبئة تفاوضية مختلفة فكان اللقاء الاول الذي عقد في اديس بابة ممهدا لقاء الاطراف في الخرطوم وللخرطوم وقعا عند كثير من قادة الفصائل الجنوبية سواء كانت الحكومة او الفصائل المعارضة فالمعارضة فلذلك كان من اليسير ان يتبنى السودان هذا الاتجاه في ان يجمع الفرقاء الى ان يصلوا الى توقيع اتفاق ايطاري كان من بشريات ذاكم الاتفاق هو وخف اطلاق النار ما بين الجانبين الحكومي والمعارضة مما يمهد للخوض في الملفات الاخرى المتعلقة بكيفية اعادة هؤلاء المعارضين الى سدة الحكم وكيفية توزيع الصروة بينهم ومن ثم تسعى دولة الجنوب وهي متحدة التفكير في لملمة اطرافها ولعب دور مهم في العلاقات الجنوبية الافريقية ومن ثم تنطلق الى تحسين علائقها مع العالم لا سيما الولايات المتحدة الامريكية التي تبجرت من هذه الحرب الاحلية وبالتالي من الفريقين فلذلك السودان يعني لعب دورا مهما مهما حاول البعض ان يقلل من شأنه لكن الوقائع والاشادات والترحيب الذي اتى من جهات عديدة اكد بما لا يدع مجال للشك ان هذا الدور دور كان له يعني وقعا طيبا لدى الدوائر العالمية والاقليمية وخاصة الدوائر الافريقية ولاحظنا الاشادة التي تحدث بها المفوض الاتحاد الافريقي موسى فكي محمد وايضا اصدر الاتحاد الافريقي بيانا مفصلا حول هذا الامر اشاد فيه بدور السودان واهتمام السودان في ظل اهتمامات منظمة اليقاد التي كان السودان احد منشئيها استاذ امام الاتفاق بلا شك يعني خطوة كانت منتظرة نعم ولكن كثير جدا من الشعور يعني بالتشاوم دعنا نقول عند البعض بناء على الاتفاقات السابقة التي وقعت يعني لم يكن يعني الرجاء بالدرجة التي توقع البعض انها يعني ممكن ان توصل الناس في ساعات لهذا الاتفاق وانت تفضلت وذكرت ان البعض سعى للتقليل نعم من هذا الاتفاق على ذكر يعني ورود حالات هؤلاء المقللين وهو اتفاق كما تفضلت يعني حمل مؤشرات ربما لم تحملها الاتفاقات الاخرى اولا مزألة تحديد الفترات الزمنية فترة يعني الشروع في ووقف اطلاق النار فترة المعالجات تكوين الجيش القومي بعيدا على الاسنيات والعرقيات والجهويات وتحديد حتى الفترة الانتقالية بشهور محددة وكذا وكذا يعني كيف لهذه المقريات ان يعني تمضي في اتجاه معاكس للذين يحاولون التقليل من هذا الاتفاق بدءا كان من المرحوظ ان الحكومة السودانية ايضا لم تتغافل عن ما حدث من قبل اي من اتفاقات ثم عدم الالتزام بهذه الاتفاقات فلذلك لو لاحظت في الدكلياريشنز بتاع الاتفاق الاطاري حرص السودان على ان يجعل من دول الايجاد هي المشرفة على انفاز ما توصل الي الفرقاء الفرقاء الجنوبية هذه واحدة السودان ايضا وان كان وجهت له بعض الانتقادات من بعض المعارضين سوى كان في داخل السودان او خاري ركز على ملف احسب انه يسهم اسهاما فاعلا في احداث هذا الاستقرار الا وهو ملف النفط السودان ابدأ استعداد للحفاظ على ما توصل اليه الفرقاء من اتفاق حول تأمين مناطق حقول البترول ومن سم ايضا تأمين انسياب البترول من الجنوب الى الميناء السودان لتصديره وبالتالي عندما يحصل نوع من الاستقرار الاقتصادي لا شك يؤثر ايجابا على الاستقرار السياسي الانتقاد الذي يوجه للسودان من هؤلاء او غيرهم ان السودان كان حريصا على هذا الملف ليس رغبة في احداث استقرار الاقتصادي السياسي في جنوب السودان بل لمعالجة بعض مشاكله الاقتصادية انا اوصل للمسألة هذه بما يحدث في الحج الحج النية القاصدة هي ان تتعبد بهذه الشعيرة الى الله سبحانه وتعالى ولكن لا ينبقي ان تتغافل في الحصول على بعض المنافع لك في هذه الحياة الدنيا اذا كانت هذه الشعيرة التي تعتبر الركن من اركان الاسلام تتحدث عن المنافع الاخرى متبادلة من باب اولى السودان ايضا يعمل جاهدا على انجاح هذا المسعى فيما يتعلق بحماية حقول النظر على ان يستفيد هو ايضا يعني ايرانيكلي لما تنتقد لا تنظر المسائل بنظرة مجردة ما بنظرة وتستطحب معك يعني الواقع الذي يعيشه البلدان والحاجة للمزيد من التوافق حول قضايا بها مصالح البلدين والشعر ايه انا احسب اخي الطيب هناك اشكالية كبيرة في خطابنا الخارجي ينبقي ان نحرص على ان يكون هذا الخطاب مفعم بمثل هذه الانجازات حتى تصل الى مقاصدها وتؤدي دورها يعني ان احنا مشكلتنا في الوسائط الصحفية والعلامية التقليدية والحديثة يعني نحرص على يعني دائما محليين لكن مفترض مثل هذه التوجهات مؤخرا تحرك قطاع العلاقات الخارجية في هذه الفترة التي تسنم رئاستها الاخ الصديق دكتور محمد مختار رئيس قطاع العلاقات الخارجية في اصدار بيانات متتالية حول هذا الامر من باب اولى ان تتصدى ايضا الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية والجهات المختصة بمثل هذه الحماسة في اظهار هذا الدور يعني هذا العمل الذي قام به فخامة الاخ الرئيس عمر البشير ان لم يستثمر الى ابعد حدوده يكون هذا فشلا زريعا سنأتي احسب بعد قليل لهذه المسائل لكن من اهم هذه المسائل الوالكم الحصل في اعتقد برضو استاذ امام الاعلام الداخلي او الخطاب الداخلي احتاج الى درجة من الاهتمام بهذا الامر هذا الامر له ابعاده الاقتصادية له ابعاده التجارية له ابعاده الامنية وفيه الكثير من الصلاح ربما الذي يمكن ان يلازم كثير من القضايا وابرز القضية الاقتصادية التي يعانمها الناس الان نعم محتاجون يعني الابراز يعني كونه ان يكون هناك يعني مخرج في هذا الاتفاق ان يتولى السودان الاشراف على تأمين حتى الاستضافة التي يغلل منها البعض هناك من يقول لم يجي تحظه يعني في الاهتمام والتحليل القضية ليست اعلاما خارجيا حتى داخل انا اقول اعلاما خارجيا بحسب اننا نريد ما بعد هذا الخطاب يعني هذا الخطاب ليكون مسمرا لا بد ان يصل الى الدوائر الفاعلة في العمل الدبلوماسي الاممي والدولي طيب هذا لا يعني ان نتغافل حتى ان يحدث قدر من توعية مواطنين بما حدث حتى يقدروا يدفعوا عن مثل هذه الافتراءات التي تأتي الينا من الحين والاخر حول تقليل ما حدث في الخرطوم خلال الايام الاخترى اذا نفقى بالرأي العام السادة امام محمد امام الكاتب والصحفي المعروف لنطالع الوطني قرار واشنطن بمدء المعاملات التجارية والمصرفية اعتراف بجهود السودان عدل مكتب مراقبة الاصول الاجنبية التابع للخزانة الامريكية اوفاك العقوبات المفروضة على السودان بموجب تصنيفه في قائمة الدول الرعية للارهاب بما يسمح بالتحويلات المصرفية والتعاملات التجارية وفي اول ردة فعل رحب المؤتمر الوطني بقرار اوفاك وعده ايجابيا يسمح ببداية عمل تجاري يمكن ان ينعكس على التعاملات التجارية المتعلقة بالتنمية والانتاج في البلاد يعني بلا شك هذا القرار اتى في وقت مناسب والمبادرة ايضا لتلقف مثل هذه الخطوات ايضا بها نوع من الانفعال الايجابي المطلوب الذي يعني انت منزول يمشي عليك في مسلنا الشعب يقول لك البي ماشي عليك بخطوة قابله بخطوتين او هكذا يقول المسل السوداني طيب اول حاجة ينبقي ان نربط هذا الامر بما سبق نعم وان كان البعض لا يلحظ بالك وهو ان هذا الحراك الذي حدث في السودان لا شك اثار بعض الدوائر في التعقل في قسير من اتجاهاتها تجاه السودان والمعنى واضح يقول السادي البروفيسور عبدالله الطيب عليه شاءبي ورحمة الله الواسعات المهم هنا ان كثير من المحللين ينسون ان قرار رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية الامريكية على السودان في اكتوبر العام الماضي لم يتم انفازه بشكل كامل لسبب بسيط جدا الا وهو ان بعض هذه العقوبات التي فرضت عام 1997 كان لها علاقة بالقرار الذي يعاني منه السودان منذ امد بعيد الا وهو ادخاله في قائمة الدول الراعية للارهاب يعني المسائل المالية متعلقة ايضا بمراغبة هذه الدول لموقف السودان من موضوع الارهاب ولا تنسى اخي الكريم ان احدى الاسباب التي طالبت الولايات المتحدة الامريكية السودان انفاذها حتى يتسنع لها رفع العقوبات عنه كان ملف الارهاب ضمن الملفات الخمسة المعروفة ملفات الخمسة المعروفة طيب الامر الثاني والمهم ايضا هو الاشارة الى ان هنالك تحسن بمواقف السودان من المراقبة اللصيقة للجوانب المالية والتجارية في التعامل مع هذا الملف الملف من بين هذه المسائل الاتجار في البشر ولوحظ ان السودان على الرغم من ظروفه الاقتصادية الحرجة في الراهنة لكنه لم يتراخى فيما يتعلق بمسؤوليته الوطنية والعالمية فيما يتعلق بمعاربة الاتجار بالبشر فكان هذا نوع من الابريشييشن من الاشهادة بهذه الجهود فصعض من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية وحدث قدر من التراخ في بعض العقوبات خاصة في ملفين مهمين للسودان الى وهو ملف الزراعة وملف الصحة من حيث استيراد الاجهزة الطبية الحديثة ونحن نعلم أن من أسرع التطورات الحادثة في مجال الطب هي هذه الأجهزة التقنية الحديثة التي تيسر للطبيب الوصول الى علاج شافي بعد شفاء الله سبحانه وتعالى فمن كل هذا هذه التباشير أيضا يرتبط هذا بالنسبة للزراعة مع بدايات الموسم الزراعي الجديد وبشريات الخريقة التي تصل يوميا عن خليف موشير من المأمول أن تتكامل كل هذه الظروف الموضوعية لإنجاح الموسم الزراعي بإذن الله تعالى نعم ننتقل إلى صحيفة الوفاق ونصحبها في هذا العنوان البرلمان العربي يعتمد الأحد خطة لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يعكد البرلمان العربي برئاسة دكتور مشعل بن فهم اجتماعا ويخصص جلسة خاصة لدراسة أمر رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وتواصل لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة اجتماعاتها يوم السلاسة الموافق 3 يونيو حيث ستناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسة والأمن القومي مشروع التقرير الدوري للحالة السياسية والأمنية على مستوى الوطن العربي ومستجدات الأوضاع السياسية أيضا في الوطن العربي يعني كثير جدا من المنظمات الإقليمية والدولية هذه الأيام كأنما هناك يعني نقول هداية يعني أوضعها الله نفوس هؤلاء الصحف الأمس حملت إشادة من السيدة أجنس وهذه هي مديرة مكتب مكافحة الألغام بالأمم المتحدة بدور السودان وتقدموا في ملف مكافحة الألغام واليوم نسمع عن مكتب الأفاق الأمريكي يتحدث عن أمر رفع الإرهاب وهذا هو الاتحاد الإقليمي الذي ننتمي إليه العربي أيضا يقول بهذا يعني مثل هذه 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 المواقف يعني تحتاج تحتاج إلى معالجة تحتاج إلى تحليل ولكنها تمر في كثير من الأحيان مر سحب تحتاج كما قلت إلى جهود مضاعفة من قبلنا نحن في مؤسساتنا العاملة في العلائق التجاري الخارجية مثل وزارة الغارجية رئاسة الجمهورية وغيرها لأن مثل هذا التدافع إن لم نستفد منه يكون ضيعنا فرص فرصة كبيرة ألا أن هذا الأمر هو كله سيحدث في نوفمبر تشرين الثاني المقبل يعني القرار الأمريكي فلذلك عندما تتدافع هذه المنظومات الإقليمية والدولية والدولية من أجل مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية رفع اسم السودان من قائمة الدول الرائعة للرهاب فهذا سيكون نصر مؤزن كبير لأن الجهود الدبلوماسية السودانية هذا الملف بدلت فيه جهدا خارقا ولكنها لأسباب كثيرة لم توفق في قطف سماره بإلقاء هذا القرار عسى ولعل بهذا التدافع الذي يحدث في هذه المنظومات الإقليمية والدولية إلى جانب الجهود التي يبزلها السودان في بعض الملفات الأخرى تسترعي من رئاسة الأمريكية الانتباه إلى أنه من الضرور أن ترفع هذه العقوبات عن السودان نبقى في صحيفة الوفاق وبها عنوان يقول البشير يقود وفد السودان لقمة نواكشوت الأفريقية يقود رئيس الجمهورية المشير عمر البشير اليوم وفد السودان المشارك في أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين لقمة رؤساء وحكومات الاتحاد الأفريقي التي ستنعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوت يوميا الأول والثاني من يوليو واتحادا واتخذت السلطات الموريتانية الإجراءات اللازمة لاستضافة الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في العاصمة نواكشوت وأعلن وزير الخارجية والنقل الموريتاني محمد عبدالله ولد ودعا رئيس اللجنة المنظمة للتحضير لهذه القمة إلى أن القمة ستشهد مواقف عديدة تدعم الوحدة الأفريقية ومواقف الدول الأفريقية وتعنى بمناطق النزاعي في أفريقيا كيف تعلق على هذا الخبر ومشاركة السودان هذه رفعة المستوى والظروف التي تنعقد في هذه القمة فيما يليس سودان نعم أولا درجة السودان ممثلا في فخامة الأخر الرئيس عمر البشير في الحرص على المشاركة الفاعلة في مؤتمرات قمة الاتحاد الأفريقي إلى جانب قمم أخرى مثل القمة العربية والقمة الإسلامية إلا أن انعقاد هذه القمة في هذه الأيام يتزامن مع قضايا مهمة السودان يحرص أن يستغل هذا البلاتفورم أو يستغل هذا الملتقى في الآتي أولا تدعيم الخطوات التي اتخذت في الخرطوم فيما يتعلق بالسلام في جنوب السودان ثانيا البحث الجاد في كيفية استقرار هذا الجزء من أفريقيا باعتبار أنه يؤثر سلبا على كثير من الدول المجاورة ومن بينها السودان فالسودان حبا وقرامة ليستضيف الكثير من اللاجئين سواء كان من جنوب السودان بصورة كثيفة أو من الدول الأفريقية إلا أنه مع ظروفه الاقتصادية الراهنة ينبقي أن يبحث في كيفية أن تدعم هذه الأفواج من اللاجئين حيث لا تؤثر سلبا على اقتصاديات السودان التي يعاني منها مواطني السودان من مضاغطات اقتصادية ومالية في الوقت الراهن هذه القمة أيضا ينبقي أن تنظر إلى أن السلام الذي ينشده السودان هو السلام الذي لا يعكر صفه دعم أو مساندة الفرقاء المعارضة المسلحة في أي من هذه الدول كل هذا الأمر سيبحث في هذه القمة ونسأل الله تعالى أن يكون من مخرجاتها مخرجاتها يعني حلول ناجعة لكثير من المشاكل الأفريقية لا سيما التي تخصنا كسودانيين من اللجوء من الظروف الاختصادية الراهنة وكذا يعني في السودان أيضا موقف رابع يدعم المواقف الإيجابية التي صدرت عن الأمم المتحدة فيما يختص بملف مكافحة الألغام وما يختص بجهود رفع السودان من قائمة الإرهاب وما قال به مكتب الأفاق الأمريكي وما قالته القمة البرلمانية العربية وربما ستقوله القمة المرتكبة في نواكشوت قطر تستسبر قبل قطر لا بد أن نشير إلى أمر نعم نعم نحن تحدثنا عن أن المؤتمر الوطني ممثل في بعض نعم قطاعاته أشهد بهذه الجهود وكذا لكن تناسينا بعفو الخاطر نعم أن نشير حتى أو لم يشير الخبر إلى ذلك نعم أن وزارة الخارجية نعم وهي الوزارة المعنية من الجهة التنفيذية أيضا رحبت بهذه القوارات نعم ربما يعني أجل هذا الملف إلى حين الحريص عن الزيارة المرتقبة لسيد وزير الخارجية للولايات المتحدة لكن قطر هذه تستسمر يا أستاذ إمام 500 مليون دولار في القطاع القزائي بالسودان يعني دائما دعنا نقرأ يعني رقم ضيق الوقت مطلع الخبر وقعت شركة حصاد الغزائية القطرية اتفاقية للاستثمار بمبلغ 500 مليون دولار مع شركة دال الغزائية يعني خطوة عملية نعم وفي وقت مطلوب من الأصدقاء والأشقاء أن يخطو مثل هذه الخطوات في بلد كالسودان ذاخر بموارده وهو مرشح لأن يكون سلة غزاء العرب والعالم أحسب أنك تذكر أخي الكريم في أحد هذه اللقاءات من خلال هذا البرنامج عندما تحدثنا عن الاستثمار طالبنا بضرورة أن تكون هناك مزاوجة بين الاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي فتلحظ أن هذا الاستثمار القطري هو بالتعاون مع الاستثمار الوطني فيما يتعلق بالاستثمار في الأمن الغزائي وهذا كما أشرت مهم جدا أن تضافر كل الجهود في هذا الاتجاه خاصة وأن شركة دال عرفت في هذا المجال بإحجاز قدر من التطور فيه فعليه عندما يأتي مثل هذا الاستثمار سيدعم توجه تطوير هذه الصناعة المتعلقة بالأمن الغزائي نعم أيضا الوقت يعني يزاحمون ولكن من العنوان الذي تكرر في علد كبير من الصحف التي بين أيدينا زيارة السيد وزير الخارجية للولايات المتحدة واحتزام يعني وصولها إليها في ظل أيضا المستيدات كثيرة على الصعود الداخلية والإكليمية والدولية يعني كيف كيف تراها في هذا الموقع نعم أولا أحسب أنه من الخطوات الإيجابية التي قام بها لأخ الدكتور الدرديري محمد أحمد الدخيري وزير الخارجية الجديد فيما يتعلق بهذه الزيارات الماكوكية إلى دول الجوار وتربيط بعض المسائل المتعلقة بتحسين العلايق هذا أمر ينبقي أن يثمن في هذا الاتجاه أما في الإطار الخارجي البعيد لا شك أن الولايات المتحدة تلعب الدور المهم في مثل هذه القضايا خاصة المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية الراهنة في السودان فعليه أنه من المفروق من أن يقوم الأخ الدكتور الدرديري إلى بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن لا بد أن نعد لها من الآن إعدادا كاملا نعرف ماذا نريد من هذه الزيارة إنجازه ونضع الأولويات وفقا لإحتياجات هذه البلاد فيما يتعلق بإطار التحسين العلايق السودانية الأمريكية وهذا قد يكون بإذن الله فتحا عظيما إذا استطاع الأخ الدرديري أن يسوق بعض الأحداث الأخيرة خاصة ما حدث في الخرطوم عن الاتفاق الإطاري لفرقاء جنوب السودان طيب في الأهرام اليوم عنوانان مهمان وزير النفط يكشف عن تقاعس الشركات الأجنبية ما مرد هذا التصريح أولا يتبادر إلى زهن المتلقي سؤال مهم ألا وهو طيب لما لا توقف هذه الشركات في ذات الخبر أجاب الأخ الوزير على أن هذا الأمر متعلق باتفاقات بين السودان والشركات تمنعه من التصرف مثل هذا الاتجاه طيب الآن من البشريات أن سعر النفط ارتفع مهم مما شكل يعني وصل إلى 72 دولار بالنسبة لسعر البرميل مهم فمما يشكل قدر من الحماسة نعم لدى هذه الشركات في العمل الجاد من أجل أيضا تكسيف جهودها فيما يتعلق بالاستثمار أو الاستفادة من ما هو موجود وتطويره حتى يأتي بريع كبير للسودان ولهذه الشركات أما العنوان الأخير الثاني الأستاذ إمام محمد إمام الخبير الإعلامي المعروف فهو مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بجنوب السودان هذا يأتي في إطار الذي أشرت إليه أخي الكريم بما أن هذه الاتفاقية الإطارية وجدت قدرة من أولا الترحيب ومن ثم الابريشييشن الإشادة بهذه الجهود ولما كانت مصر من الدول التي في الفترة الأخيرة بدأ لها صلاة واتصالات بجنوب السودان لا ريب أنها حريصة على استجباب الأمن والاستقرار والسلام في جنوب السودان فلذلك سارعت إلى الترحيب بهذه الخطوة وبالإشادة بجهد السودان في هذا المضمار ختاما في المجهر السياسي توقعات عن تناقش قمة نواكشوت الاتفاق الذي تم بيد الفرقاء في جنوب السودان يعني كيف تتوقع ردة هذا كما أشرت إليه من قبل أننا يعني السودان يحرص على أن يجد ركائز ودعائم لتسبيت هذا الاتفاق الإطاري وتشجيع هؤلاء الفرقاء الذين وقعوا على هذا الاتفاق الإطاري في المضيق قدما في طريق السلام واستثباب الأمن وإرساء الاستقرار الدائم بإذن الله في جنوب السودان ونختم برؤية السيد لا مكول القياد الجنوب المعروف الذي طرح في حوار مطول بصحيفة الأخبار رؤيته بشأن إعلان الخطوم للسلام في جنوب السودان وتحدث عن المسألة ليست يعني مرتبطة بتحديد من يقود الجنوب بقدر التركيز على كيف يدار الجنوب هذا السؤال هو ذات السؤال المشروع في السودان ألا وهو لسنا حريصين على من يحكم السودان بقدر حرصنا على كيف يحكم السودان فبدل السودان نضيف من يحكم جنوب السودان ليس مهما لكن المهم هو كيف يحكم أو يدار جنوب السودان وهذه الفترة هي التي نحرص على البحث عن إجابة لهذا السؤال من خلال هذه اللقاءات المقسفة التي تكون بين الفرغاء الجنوبيين من أجل الوصول إلى إنفاز ما اتفقوا عليه في اتفاظ إيطاري بالخرطوم على أرض الواقع في جنوب السودان بجميع ولاياته نعم أشكر جزيلا شكرا لأستاذ إمام محمد إمام الكاتب والصحفي والمحل المعروف على أن كنت معنا في هذه الحلقة من خطوط أشكرك أيضا على إسارة كثير من الملفات بطريقة يعني فيها قدر من المهنية وقدر من ربط الواقع الراهن بهذه الأحداث الجارية هذه الأيام داخل السودان وخارج وأنا والتلفزيون نحتز بهذه الشهادة الله أشكركم مشاهدي الكرام حتى الكائم جديد أرجو لكم مكتن طيبا والسلام عليكم ورحمة اشتركوا في القناة